موسيقى إلى السودان حيث أفادت منظمات حقوقية بأن السلطات السودانية ما تزال تجز عشرات الأشخاص دون توجيه تهم لهم وعلى الرغم من إطلاق صراح كثير من المعتقليين فإن العشرات ما يزالون قيد الاحتجاز بسبب آرائهم السياسية دون تهم موجهة ودون أن يسمح لهم أيضاً بالمحاكمات أو بزيارات المحامين وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا داخل المعتقلات تزامناً مع التذني خدمات الجهاز الصحي في عموم السودان معي للحديث حول هذا الموضوع الناشط الحقوقي والمحامي السوداني أستاذ ياسر محمد حسين من الخرطوم أستاذ ياسر بدايةً حول أعداد هؤلاء المعتقلين التي تتحدث منظمات حقوقية أنهم ما زالوا محتجزين دون توجيه تهم لهم ودون أن يسمح لمحاميهم أو لذويهم بزيارتهم التحية في أن تدعي الكلام لكم ورغوة في قناة الحوار وصحيح أن ما تفضلت به المنظمات الحقوقية والإنسانية أن هؤلاء أكثر من 300 قياد ينتقلون إلى حزب المؤتمر الوطني تم اعتقالهم منذ أكثر من عام ونف ولم يقدموا لأي محاكمات لم تتحدث لهم تهم بعينها سوى قيادات المؤتمر الوطني الذين بدأت المحاكمة يوم أنسك محاكمة إجراعية أولاً طيب الآن هؤلاء الذين تحتجزهم السلطات دون توجيه تهم ودون أن تسمح لمحاميهم بأن يزورهم لماذا تمنع أهاليهم من زيارتهم إذن؟ طبعاً هذا يؤكد عقلية هذا النظام الجديد الذي جسم على تطور الشعب السودان وصرغ تروته هم لا يريدون أن يفتحوا محاكمة جدية حقيقية لهؤلاء المعتقلين بل هناك إمعان في الإذلال هم يريدون بذلك أن يزل الشعب السودان في شحة هؤلاء لأن هناك عدد كثير من قادة الأحجاب المختلفة عدد غير المعتبر وطني يتم اعتقالهم والآن دون أن توجه لهم محاكمات وكذلك حرموا ومنحوا حتى من العلاج للصرغة الصبيعية التي تفرضتها كل تتأثير الدنيا والمواسطة الدولية وهناك من حقوق هؤلاء يؤكدون كل يوم أنهم قد انقلبوا على هذه الشعارات التي زاقوها منذ يومهم الأول فرية سلام وعذالة لا فرية الآن مبخولة ولا عذالة تحقق ولا حتى سلام أتى لأهل السودان طيب الآن سيد ياسر هل هناك توظيف سياسي في هذه الاعتقالات هل هناك جهة معينة ينتمي لها هؤلاء أو معظم هؤلاء المعتقلين نعم هو الآن وضح لما يدع مجال الشك أن هذه التدادير التي طالت غادة الأحزاب السياسية الدكتور محمد علي الجزولي والأمين العام المؤتمر الشعب الدكتور علي الحاج وكذلك رئيس الشورى إدراهيم السونوسي وعدد كبير مرافق الدور المؤتمر الوطني وأناس عمر هناك فيها ذات لأحزاب كثيرة جدا لذلك لحد الآن توجيه تهم بعينها هذا يؤكد على أن هذه الإجراءات تقوم بها مجموعات صحبة أيديولوجيا محددة تريد بذلك أن تنتقل وتتفشح لذلك أسألك هنا في هذا الصدق تحديدا هل هناك في هذه الاعتقالات ما يبدو بأنه انتقام من النظام السابق كله ومن الرئيس السوداني السابق عمر البشير وكل من كان ينتمي لنظامه أو حتى ينتمي لحزبه كل الإجراءات التي تمت الآن تؤكد على أن هناك تفشي وهناك انتقام واضح لأن القوانين في السودان واضحة جدا يعني وضعه تهمة لأحد ينبغي أن تقسل له كل الحقوق وفق محاميه وفق الدفاع عنه لم ينالك ولكن هذه المجموعة الآن تعمل على التشفي والانتقام فقط يعني لا نرى الآن أي بوارح لأمل في عدالة ولا في الحقوق ولا هناك معنا أشكرك أشكرا جزيلا المحامي والناشط الحقوق السوداني سيد ياسر محمد حسين كنت معنا من الخرطوم